في المستهل وصف رئيس روسية فلاديمير بوتين مقترح المفاوضية الأوروبية بتسقيف أسعار الغاز الروسي بالخطوة الغبية بوتين وفي كلمة ألقاها خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك الواقعة في عصر الشرق الروسي الأربعاء حذر من تدعية الحطوة الأوروبية متوقعا أن تؤدي لارتفاع أسعار الطاقة رئيس روسية حمل ألمانيا والعقوبات الغربية مسؤولية عدم تشغيل حتى نبيب نوستريم واحد مضيفا أن أوكرانيا وبولندا قررت بمفردهما إغلاق خطوط الغاز الأخرى إلى أوروبا روسيا لن تواجه مشاكل في بيع مواردها الهائلة من الطاقة في مختلف أنحاء العالم على الرغم من العقوبات الغربية التي تهدف لحرماننا من عائدات الطاقة الحيوية وضع حد أقصى لسعر الغاز الروسي خطوة غبية وستؤدي إلى ارتفاع الأسعار وطلب العالمي على الطاقة الروسية مرتفع بالأمس قررت شركة جازبروم وشركاؤها الصينيون الانتقال إلى الروبل واليوان بتقسيم المدفوعة منصفة مقابل إمدادات الغاز الروسي وأود أن أضيف أن الإجراءات قصيرة المدى قد حفزت التضخم العالمي لقد تجاوزت بالفعل الأرقام القياسية التي تم تسجيلها قبل سنوات في بلدان مختلفة ترجمة نانسي قنقر